يشارك خبراء وباحثون من المغرب وبلدان إفريقيا في ملتقى دول تنظمه جامعة محمد الأول بوجدة على مدى يومين لبحث قضايا متصلة بالديبلوماسية الثقافية ورهان الوحدة الإفريقية ويثار النقاش خلال هذه التظاهر التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن دور الدبلوماسية في تعزيز السلم والتقريب بين الشعوب والثقافات وإغناء ثقافة الحوار والتعايش وترسيخ القيم الإنسانية الذعية إلى التسامح والسلام من أجل كسب رهان الوحدة الإفريقية يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات التي تنظمها جامعة محمد الأول بوجدة وذلك وعيا منها بأن ليس من مهامها فقط هو التربية أو التكوين والبحث العلمي ولكن أيضا الاهتمام بقضايا المجتمعية وقضايا الوطن ويأتي تنظيم هذه الندوة تحت شعار الدبلوماسية الثقافية ورهان الوحدات الإفريقية تماشيا مع السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيداه الذي أكد أولا على أهمية الثقافة في ترسيخ ثقافة الحوار وتوطيد العلاقات ما بين الدول ولكن أيضا البعد الإفريقي ويتداول المشاركون في هذه التظاهر الدولية مواضيع متصلة على الخصوص بالمشترك الإفريقي كسبيل تعديد الوحدة الإفريقية ودور الدبلوماسية الثقافية في تعديد مكانة المغرب والتواصل الثقافي بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء والثورات الصوفي وترسيخ الوحدة الإفريقية ودور الزوايا الصوفية في توطيد العلاقات المغاربية الإفريقية ترجمة نانسي قنقر